يوافق اليوم الذكرى اليوم العالمي للشباب والذي تحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان من الفقر إلى التقدم مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة يشكل الشباب القوى الدافعة لتحقيق التنمية والارتقاء لأي مجتمع فهم رأس المال الحقيقي للمجتمع لذا تسعى الحكومات بجميع أنحاء العالم بواجه عام ومصر على وجه الخصوص إلى الاستثمار في الشباب عبر بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والعمل على تمكينهم وإشراكهم في سياغة سياسات تنموية مستدمة فشباب هم الركيزة الأساسية لصناعة حاضر ومستقبل بلادهم ومن أجل زيادة الوعي الدولي بأهمية ومركزية دور الشباب في عملية التنمية والتطوير وإدراكنا بأن طموح الشباب والتقاطم الحيوية تمثل وقودا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها فقد أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار يوم الثاني عشر من أغسطس من كل عام يوم الشباب الدولي وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام بيوم الشباب تحت عنوان من النقر إلى التقدم مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة مشيرة إلى أهمية الرقمنة في الوقت الحالي وقدرتها على تقديم فرص غير مسبوقة لتسريع التنمية المستدامة وتولي الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية اهتماما كبيرا لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية لاقتصاديته والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة عبر المشروعات القومية العملاقة والسسلاح الأراضي وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات كذلك العمل على إعداد وتحفيز الشباب للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية وعملت دولته على التأكيد على دور الشباب الريدي والرفع من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث ذلك عبر إعلان القيادة السياسية عن مؤتمر الشباب الأول الذي عقد عام 2016 في مدينة شرم الشيخ لتتوالى بعد ذلك العديد من المؤتمرات الشبابية الدورية لتتحول الفكرة المصرية بالتواصل مع شبابها إلى أيكونة عالمية بالإعلان عن المؤتمر الرابع عن منتدى شباب العالم بهدف إيجاد تواصل حقيقي وفعال بين الشباب من بلدان مختلفة وحضرات متنوعة في تطبيق فلي ونزيه لمستلح تواصل الحضرات وخلال هذه المؤتمرات تم طرح العديد من الرؤى والأفكار بحرية كاملة في حضور الأجهزة التنفيذية من وزراء ومحافظين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والخروج بتوصية تمت الاستجابة الفورية لها منها الإعلان عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالقرار الجمهوري 434 لعام 2017 بهدف إمداد الدولة وأجهزتها المختلفة بالعناصر الشبابية المختلفة بعد تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل فعلي